اشتركوا في القناة في هكي معتدلة رح نقول ولا كتير يغنج ولا كتير يقصى يعني منا هين هي أصلا على الأهل شغلة صعبة كتير شغلة كتير صعبة الموضوع حلقتنا اليوم هيدا الاعتدال وحبينا نحكي اليوم عن الاعتدال بين البي وولاده ديما نحكي عن الأم وبنعطيها كتير حق فاليوم هكي قبل عيد الأب بس نحبينا المسؤولية كم من فاليوم نحبينا المسؤولية كم من المسؤولية كم من الباقي صح كيف بدأ تبلش علاقة الأب بولاده اليوم كمان مشتين ضروري ننوه بهالحلقة عن الأب اللي بيكون غايب بأغلب الأحيان اللي بيطر يسافر للعمل اللي بيطر يكون غايب أكتر بشغله من الأم يعني كيف بدأ تخلق هيدا خليني قالك رانيا نحنا عيديا شو منشوف يا أما في صورة الأب الكلاسيك اللي هو بغيب حتى لو حاضر بالبيت يعني اللي بيرأيه أنه أنا بس دوري اشتغل وقم من الأشياء المادية وأنا ما عندي إلا هيدا الدور هيدا النمط بعضه موجود عند الأب الكتير حاضر الكتير حاضر بكل التفاصيل واللي ما بيعارف يغيب يعني اللي هو إن كان ببرات البلد أو بقلب البلد برات بشغله أو بالبيض هو بده يتابع كل التفاصيل وما بيعافي يخلق هيدا هيدا المسيحة هيدا الاعتدال وعند البي بين هيدا وبين هيدا لما يتعب من المتابعة بغيب وكمان هيدا صعب لأنه بعيش الولد بشوية قلة استقرار يعني فجأة كتير حاضر وفجأة بغيب أو لما يزعل أو لما ينفعل أو لما يعصب أو لما يغضب أو لما يكون متوتر أو مخيب له ابنه أو بنته أمله لأي سبب من الأسباب فهو دايما حاضر أو فيه مشاكل مع الأم أو فيه مشاكل مع الأم أو فيه مشاكل مدي أو ما بقى يحمل تعبين يعني أنه هو هيك يرتاح يهتم بحاله ما عم يعرف يعتدل فبغيب وهون كمان كتير صعب ثلاثة صعبين وعن هو اللي بدنا نحكي خلينا نبلش لكينا بالأب رح نعمل العكس اليوم رح نعمل العكس رح نبلش بالأب يلي كتير موجود يلي بيكون عم بيدخل بكتير من التفاصيل قد قدرت الأب على كل حال أنه يكون موجود بحياة أولاده اليومية بس بدنا ناخد نحن وقفة ونرجع من اللعبية موضعنا أنا وياك من تابع حديثنا بفاميلي عن علاقة الأب بأولاده المراهقين تحديدا مع مشلين سامور معالجة نفسية عائلية نحن حددنا اليوم المراهقين مشلين لأنه إذا بنا نحكي عن كل الأعمار صعبة بس أكيد رح نحكي من البداية لوصول لعمر المراهقين ورح نعمل هذا أصعب عمار وأكتر عمار في تحدي مع الأب هو عمره المراهقين لكن حددنا ثلاث إذا بدك مشاكل أو ثلاث أنماط من الأب يلي بيكون غيب لأسباب يعني إطرارية يمكن أوعاد ويلي بيكون كتير متوجبارك زيادة عن النظام ويلي بيكون عنده شوية مزاجية بالتعامل مع أولاده صح وإنفعال وإنفعال مش هم يقدر يستيطر بدك نبلش باللي كتير كتير حاضر خلينا نقول أنه هذا أحلى نوع لأنه فعلا بطل فينا نقول أنه نيالة الصبية اللي جوزة بيساعدها حظة حلو لأنه لا مفروض يساعدها مفروض يحضر من لحظة ولاد الطفل يتابع كل التفاصيل وقال لك كيف الولد حياف أنه هذا بيه فإذا هو إذا البي من هذا نقول له نحن برافو يعطيك ألف عافية عم تعمل دور كتير حلو بس بدك تنتبه على حالك بدك تعرف لأنه أكيد أنت عندك ضغط الشغل ضغط العائلة ضغط الحياة وضغط خاصة عنا في لبنان يعني قلة الاستقرار اللي عم نعيشها بالأخبار السياسية كله هيدا بيأثر علينا نحن كأهل وخاصة على البي فأنت بدك تعرف كيف تغيب بدك تعرف ما تحس بالزنب لما تغيب لما تكون تعبين من عدة أشياء ما تنطر لأبنك ينفعل أو ابنك يتشيطن حدك أو يخرب شي شغل لأنك تنفجر لأنك أنت تعبين لازم تهتم بحالك لازم تبعد يمكن تعمل رياضة يمكن تعمل موسيقى أو يكون عندك أنت أي نشاط خاص فيك حتى تقدر تضاين لأنه كثير متعب التدخل اليومي والمتابعة اليومية وتغنيج الأولاد يعني الولد بيصير يعمل كثير حركات ليتمسك بهذه العلاقة وبيصير يسأل أسئلة كلمة كبر وكلمة هيك يعني حس أنه شوي بيه وتعبين بده يحاول يشده مشلين قد الأب هو قادر بتكوينته السايكولوجية أو بتكوينته الطبيعية البيولوجية أنه يكون عم بيتابع مثل الأم هالتفاصيل وقداها أيضا الموضوع ممكن يكون أوقات زيدة عن حده يعني نحنا منشوف كتير أوقات بيات يعني كل الوقت عم بنتقدر الأمات أنه أنت ممتعرفة تربي أنا بقدر اهتم خلاص زيحي أنا بيهتم عنك فبتخلق كمانا نفور بين الاثنين وبنحس ما بعرف قدية مظبوط أنا عم بحكيك هيك مراقبة من برا أنه أوقات الأبي اللي بيفوت كتير بتفاصيل أولاده وبيكون هو عم يهتم فيهم شكل مباشر الأولاد بيصيروا كأنهم مغناجين زيادة عن نزوم مش متل وقت الأم تفوت بالتفاصيل الأم بتضال هيك بحسة ما بعرف خليني قالك شغلتان كتير نميح رامي اللي ضويت عليه نحن إذا قلنا كتير نميح لبي يكون حاضر وعم يلعب دوره بكل التفاصيل مش يعني يكون فيه منافسة بينه وبين الأم أبدا لهي يتنطق الدول هو يتنطق الدول إذا بنفوت بالانتقادات بين الطرفين هون سنة عم نخرب العائلة وراحين صوب المجهول يعني صوب إذا بدي قول الكريزة المحتمة نحن عم نقول مشارك الولد يحس بالأمان يحس أنه فيه شخصين عم يتابعوا وفيه شخصين مسؤولين عنه أي مرة شخص بغيب بيطعب وبيمرض فيه سنة تانية والشخصين بيعرفوا بشخصيته وبحياته وبيدرسه قد بعض لكن أبدا مش تنحط فيه منافسة يعني بينوبه عن بعض بينوبه عن بعض هذا ليخلق جو أمان واستقرار أكتر للولد وبالنسبة للنقطة التانية اللي حكيت فيها هل هو قادر هل هو جاهز ما فيه نقول كله جاهزين ولكن فيه يكون جاهز إذا هو يبدو إذا هو بيقناعاته كرجل أنه دوره مش بس يجيب مصاري ويدير البيت اقتصاديا بس كمان الأدوار إذا فاتت ببعضها هل هالشي صح ميشلين يعني أوقات خلص ما بيعد تعرف مين دوره شو بالبيت يعني هي بالنتيجة مثل شركة عمان ديرة هو صححة إذا كان فيه إطار الحب والاحترام مش بإطار إنه أنا أحسن منك وأنا أشطر منك وأنا أقوى منك وأنا بدي خلي الولد يحبني أكتر منك هيدا ما بدنا منافسة صحة إذا مع بعضنا عم نعمل كل الإشياء عم نتفق وعم نتفق وحتى لو كل واحد عنده رأي وكل واحد عنده طريق التفكير وكل واحد ما بعرف بتفاصيل الحياة اليومية حدا بيحب بحط كاتشاب مع البيرجر حدا ما بيحب حتى لو هؤلاء موجودين نعيشهم بفرح وبيعفوية مش لنفس بعض ولا لننتقل بعض ولا لحتى شو بيخلق هالموضوع عند الولد في حال كيفية منافسة أو في حال حدا عم بيتخطى دور التاني كمان اللي تلاحترام كتير بتجراح وكتير بتحسس الولاد إنه هؤلاء الشخصين عم بيكذبوا على بعض عم بيكذبوا علي ما بيحبوا بعض مش مترحن مع بعض وبيحيس إنه أنا أول عاخر حايفقدهم بيصير عايش ما بيقض عنده أمان ما بيقض عنده أمان عايش حايفقدهم أنا شايف إنه دايما فيه منافسة دايما فيه منافسة والانتقاد كتير بيوجع خاصة لما بلش ولديك كبر ويفود بعلاقات هو كمراهك يعني بسي يتطلع إنه أنا بكرة رح أقبل شريكة أو رفيقتي أو رفيقتي تحكيني بهذه الطريقة وهون بيبلشوا هني يعطوا ملاحظات لأهلهم خففوا هيدا فإذا بان أنتبه كتير من الانتقاد والمنافسة مشلين بالمراهقة الشاب والبنات بدون ياخدوا مثل يعني أنا بدي سير مثل أمي أنا بدي سير مثل بي لما بتفوت هالأدوار ببعض هالأد أو لما بيكون حدا بعيد خلينا نقول كيف الولد بده يركب شخصيته حلو كتير الولد بيركب شخصيته إذا بدك رانيا من هو وصغير مش بس حتى يوصل لعمر المراهقة يعني هو عم يكبر وعم بيشوف هيدا الأدوار وعم يعرف أنه أنا فين أتكل على الاثنين قد ما يكون فيه تشابه وتقارب بيضال فيه أدوار محددة للأم يعني مثلا تدريس مع الماما أحلى أو هيدا الطبخة من الماما أحلى أو يمكن يعني البي ما فيه ياخد تمانا دور صح المشوار مع السينما وعالبابا أحلى الماما بتكون معجوقة يعني قد ما نقول نحن فيه مشاركة طبعا ما حد تكون هيدا المشاركة يعني كل الأدوار عم تنعمل هي نفسها الرجال هو بطبيعته في أشياء بيحبها أكتر والمرأة بطبيعتها يمكن في أشياء أعطينا الأولاد لروح أنا يون على المال بركة نعمل شوپنج فالولد بيكتشف هالميول هالشخصية عند أهله وعلى هيدا الأساس بيكبر بيكبر بأمان إذا كانوا اتنايناتهم موجودين إذا كان الأب غيب إذا كان الأب غيب وقبل ما نحكي عن الأب الغيب لأنه تعرفي رانيا هيدا أكتر شيء مدمر وهيدا أكتر شيء نحن نشوفه بالعيادات خلينا أحكي عن الأب الثالث اللي هو لنا بيجمع الاثنين اللي هو بيحاضر ولكن لما بيتعب ما بيعرفي بعد ما بيعرف يرتاح بشكل هيك استباقي بيرجع لوراكم خطوة وبيضل حاضر بحسب الزنب إذا بععد يمكن أو بالخوف ما نعرف ليه ما نعرف كيف كانت علاقته هو وبيه وهون شو بيسير أي حركة صغيرة أي شيطنة وخاصة عند المراهكين أي لحظة اللي بده يتحدى فيها المراهك بيه بينفجر هيدا الأب وهيدا شيء كتير خطير لأنه نحن كتير منعرف أنه الولد مع بيه بيتعلم سيطر على الانفعالات لما يشوف بيه قدامه أنا هلأ تعبين وانت عم تجرب توترني بس رح أعمل جهد أني ما أتوتر ما يكون البي سريع الانكسار تعفي راني قدام لا عم بتقولي سريع الانكسار الانكسار هو بيولد الغضب صح الغضب بيولد الانكسار يعني منشوف كتير بيشغلنا أوقات بيت بين أشاتهم ومشاكلهم وبتصير مع ولادهم حتى عنا بالكلينيك لأنه أنا بعمل علاج نفسي عائلة فبيجوا كلهم منشوف مرات أنه الصراع بين البي وأبنه بيفقد البي شخصيته ودوره وصددته وبيصير عم يخانق ابنه كأنه عم يخانق جاره أو زميله بالشغل من الناد للناد وبينسى للحظات وبالحظات الغضب والتوتر أنه هذا ابني هذا اللي أنا صنعته مشين قلت شغلة حب علق عليها قلت أنه الأب هو اللي بيعلم السيطرة على الأعصاب نحنا بنقول بلا ما ننتبه أنه ماشي الحل إذا الأم عيطت ما بيتأثره لولاد بس إذا البي عيط أو إذا البي غضب هون الكارثة يعني بتأثر بولد مستكرة كل عمره يعني قدم هم الموضوع لنا نحكي فيه وليه الأم ما بتأثر وأم ما بتعيي طواتك يمكن أنه هي حاضرة كل يوم يمكن أنه هي حاضرة كل يوم يمكن أنه الأم ما بتتحمل كتير يمكن أنه هي حاضرة كل يوم وبتعيد كل يوم ودخل هيدا الشيء بالإطار التربوي وبتعرف كيف تتراجع بس ليه عيطة الأب أو أصاص الأب هو أقسى من أصاص الأب دائما لأنه الإيماج طبعه ما بيعرف يتراجع إجمالا كل الزكور من بعد لحظات الغضب بيحاولوا يعودوا ولكن ما بيعرفوا يعودوا بطريقة مباشرة ما بيعرفوا يعتذروا بطريقة مباشرة هذا سبب يعني بيبقى الجرح مفتوح عند المراهق أو عند الأطفال السبب الثاني أنه طبيعة الرجال وهرمونات الزكورية خبأ حالة الغضب عنيفة عم نحكي عن عنف لبزة عم بحكي عن يمكن يمسك الماك يبدو يضربوا فيها عم بحكي عن لحظة قوية فيها انفجار فعلا ممكن تأذي وممكن تتحول لعنف جسدي أو عنف كلامي أو حتى التهديد بالعنف هو أسوأ من العنف يعني مثله فينا نعتبره لأنه نحن عم نحكي عن تستوستيرون عم نحكي عن رجل عم يتحمل عم يتحمل عم يتحمل هذا شي غير مش موجود عند المرأة المرأة يمكن تبكي يمكن تعمل تليفون لرفقتها اللي عم تربك اليوم تعرف تغنج بتقول سوري وعم نشجعوا للستات انه نصحبوا شوي خدوا شوية وقت لقلكم انتوا معليه البي اللي معلق كتير وما عم يعرف ينسحب وما عم يعرف يرتاح ما عم يعرف ينتبه على مؤشرات الغضب اللي عم تقوى عنده يعني كلنا منحس الهبوط الأفضل انه في مؤشرات بيحس حالو عم يدوق بيحس حالو متوتر ايدي عم يعرقوا قلبه عم بيدق كتير بيمرض كتير بيقلق كتير ما بينام كتير بالليل لما بيكون عنده هيد الحالة ينتبه من غضبه على ولاده يتراجع وخاصة انه الولاد هني بيحبه هيك يستفزه اهلا خاصة عنه مراهكيا يعني مراهك كيف بيقدر يصلح الوضع اليوم يعني اذا صارت هالأصص او اذا اليوم حدا قرر يتغير او ينتبه تعرف يعني اذا بيكون واقعيين ما حدا الا ما نصير عنده هيدا الأصص نحنا ما بدنا البي يمثل على ولاده ويدعي شخصية مش موجودة بدنا ينتبه على حاله ينتبه على هول المؤشرات واذا صارت يعرف كيف يصلحها رح نحكي بدنا يجر بيغير مجرد ما يكون عم بيجر بيغير هيدا مطل كتير حلو قدام ولاده انه انا هلأ لاني معاصر ما بدير ارد عليك بنحكي بعد شوي حسيتك عم بتهيني عم بتقلل احترامي رح طول بالي وما عايت هلأ مثل ما انا معوض عايت بنحكي بعدانا وبيخد هيد Yeon هيد السيطرة على غضبه سيطرة على انفعالات ويعرفي فكر يعرفي عقل انفعالات حالو كثير عم تقولي هيدا بتخطب شو عن أمات كمان صح أكيد سألتني إذا صارت هالكريزة أو هالنوبة الغضب كتير حلو الحوار المنفتح كتير حلو يقعدوا على طاولة عم نحكي مع مراهكين عم نحكي مع أشخاص صار عندهم فكرهم صار عندهم شخصيتهم ما فينا نكسب عليهم وما بقى فينا نرضي ومش مطلوبة أن نرضي ونعود بالإشهة المادية أبدا نقعد على طاولة الحوار ونخبر شو بنا ونقول شو عم نحس وشو عم نمرق نحكي عن حالنا عن مشاعرنا نحنا كأهل كبي ونطلب الاعتذار ونسمي الغلط وين صار لأنه بعتقد نحنا كأهل نطلبه من أولادنا لما يغلطوا معنا وكمان يمكن مش غلط نوضح أنه أنا لأنه صار فيها القلة الاحترام تجاهي عملتها الردية الفعل لأنه دايما الردية الفعل هي إلى سبب كمان يعني صح وحلو نقل له للولد كنت بقدر أعمل رح جرب للمرات اللي جاية يكون عندي غير سيناريو وانت كمان فكر كيف يكون عندك غير سيناريو وما هيك تحشرني كتير بالزاوية ملا ما نحسسه للولد بالزانب ايه اكيد قد ما بنقدر يعني عندي اتصان هلو هلو بونجور هلو هلو بونجور يا هلا كرانيا تفضلي اوكي أنا اللي عم تحكي الدكتورة كتير مهم وكتير فحيح ولازم هيدا اللي يصير عند الأب بس اللي ما بيسمع الكلمة وبيضله عصبة مش مظبوط هيك يعني بيقدر الواحد يضله ويدبط عصابه وكل شي بالنسبة للمرأة مرته يعني عم تحكي عن الرجل عطول عصبة يعني هو اللي عم يرحم حاله اللي عم يرحم البيت يعني بس هيدا انه شو حل عند هالرجل العصبة يلي ما عم بيينتبه على حاله وما عم ينتبه على البيت يعني عيرته يعني يعني هو عصبة مع الكل يعني يعني هو عصبة معك ومع الولاد طبيعي اي رأي اي مشكل صغيرة بتلاقيه بيولع يعني بيولع هو طبعه هك معناته ما في شي جديد بالموضوع لا ما في شي جديد بالموضوع شكرا لاتصالك يعني كتير مهم انه نحكي عن هالموضوع بداي شكرا لانه اتصلت فينا كمان هيدا للأسف شي كتير موجود وشكرا لاتصاله انا اذا فينا هيك يقول لك تفكر هي بينه وبين حاله شو سببها العصبية اذا هو ما قادر يفكر هي كشريكة حياته وهي تفكر بس رح تقدر يطار تحلها لحاله لا اكيد ما هتقدر لحاله هي اذا قادر تعرفت شو سبب او شو الوضعيات او شو المواقف او وين بايا بايا فترة بيكون عندنا ظهر او كل الأوقات هي ما هتقدر تحلها بس هي هتقدر تبلش تخليه يحكي وهي تحكي معه هي تحكي معه بحب انا بيقول دايما انه نحن كل اختصاصينا دايما جاهزين انه اكيد تتصل فيهم تحت الهواء ويجربوا يساعدوكم بحل المشاكل خصوصي لما بتتصل فينا على الهواء مشلين اكيد اذا بيحبوا ياخدوا رقم بحكي عنك انا ياخدوا رقمك تحت الهواء لانه في مواضيع جد صعب وفي اسئلة ما منقدر نسألها على الهواء حتى احترام على الاخصوصياتها على المدام والاخصوصيات العائلة ولكن بديقول هيدا الشي المدمر مشلين موضوع الاب الغائب وعلاقته بيولاده المراهقين احنا نتركه لحلقة تانية لانه ركض الوقت معنا والمواضيع كتير متشعبة وكتير فيها حكي بدأ اشكرك كتير لهالمعلومات اللي عطيتنا اياها اليوم شكرا لكم اهلا وسهلا فيك مشلين سامور معالجة نفسية عائلية مناخد وقفة ومنرجع